الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه له إلى يوم الدين وبعد فما أجمل الأدب مع الله وما أجمل الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمل الأدب مع الخلق وعندما نتحدث عن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلينا أن ندرك أن الحق صبحانه أنزل نبينا صلى الله عليه وسلم منزلة خاصة فلم يذكر اسمه في كتاب فلم يذكر اسم نبينا صلى الله عليه وسلم إلا مقرونا بالنبوة أو الرسالة أو بوصف من الأوصاف الكريمة فبينما نادى الحق سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بأسمائهم فقال سبحانه يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك يا إبراهيم قد صدقت الرؤية يا موسى إني أم ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا عيسى بن مريم يا عيسى بن مريم اذكر النعمتي عليك وعلى والدتك نادى نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدس وعندما زكر اسمه صلى الله عليه وسلم زكره مقرونا بالنبوة أو الرسالة محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار وحماء بينهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وعلمنا ألا نتعامل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتعامل إن الله عز وجل قد مدح أقواما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغشرة وأجع عظيم وزم أقواما فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا هذا واعلم أن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمتي حيا فمن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تذكر اسمه أبدا إلا مقعونا النبوة أو الرسالة أو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وكلما وكلما كتبت أو زكرت أو سمعت اسم نبينا صلى الله عليه وسلم بأضرت بقلب مخلص بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومن صلى على نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عز وجل بها عليه عشرة وقعلها له نوان في الدنيا والآخة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن الاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا من أهل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقاض عليه وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته